تالت نقطة أن التطعيم ضد الجديري المائي اللي كلمنا عنه دلوقتي في التطعيمات غير الملزمة اللي بيكون عنده عمر سنة لازم يكون فيه فاصل زمني مدته الشهر ما بين التطعيم ده اللي هو بتاع الجديري المائي وما بين التطعيم الإجباري ضد الثلاثي الفيروسي اللي هو ضد الحزبة والحزبة الألمانية والنكاف لازم يكون فيه شهر طب اللي بيتاخد الأول مين التطعيمي الإجباري ده بيتاخد عند سنة يبقى معنا كده أن التطعيم ضد الجدير المائي يتخذ اعتبارا من سنة وشهر مش سنة خلاص يبقى اللي بيتخذ الأول هو التطعيم الإجباري مرة تانية ضد الثلاثي الفيروسي دي نقطة مهمة قوي التطعيم الذي له الأولواء اللي يتخذ الأول ضد الثلاثي الفيروسي يلي بفاصل زمني لا يقل عن شهر التطعيم ضد الجدير المائي خلاص كده واضحة الأمور النقطة الرابعة أن الجرعة التانية ضد الالتهاب الكابدي ألف ده مش ملزم اللي ملزم به اللي بيتاخد في التطعيمات الإجبارية إنما التطعيم ألف ده في جرعة و جرعة تانية في التطعيمات الغير ضرورية الجرعة التانية بقى لازم يكون فات على الجرعة الأولى فترة من ست شهور لسنة يعني ما ينفعش أقل من ست شهور فاصل خامساً أو خامس نقطة في حال تم إعطاء جرعة منشطة ضد مرض أدارن هتقولولي أدارن ده من التطعيمات الإجبارية أو اللقاء وبيقف خلاص يعني زي ما اتاخد كده في الأول بيقف في بقى مدرسة كده أو ناس يقولوا إيه يتخد له جرعة منشطة عند عمر أربع سنين إلى عمر ست سنين خلاص دي جرعة غير ملزمة خلاص ففي حال لو دي اتخدت ها لازم يجرى اختبار حساسية قبل التطعيم سادس نقطة أن تطعيم الأنفلونزة الفيروسية اللي هو التطعيم الأنفلونزة الموسمية اللي هو بيتاخد ممكن الأيام دي خلاص فالتطعيم ده اللي هو التطعيم الأنفلونزة منظمة صحة العالمية أجازت تقديمه للأطفال من بعد عمر ست شهور وأفضل وقت أنه يتاخد في فصل الخريف تحديدا في بداية فصل الخريف يعني خلال شهر أكتوبر ولكن اللي عندهم حساسية ضد البيض ما ياخدوش تطعيم الأنفلونزة تمام؟ ومهم قوي أن يكون تطعيم السنة يعني تطعيم سنة يعني إحنا مثلا في سنة 24 20-24 يبقى تطعيم سنة 20-24 أخيرا النقطة رقم سبعة أن التطعيمات الإضافية دي لا يتم إعطائها في مكاتب الصحة ولكن في أماكن أخرى زي ما قلت الإعدادات الطبية أو المستشفيات الإعدادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة أو مراكز المصل واللقاح وطبعا ده بيتم تحت مسؤولية هذه الأماكن ترجمة نانسي قنقر